موقف في منطقة الغرابة ولو قلتلك ممكن يحصل في 2023 هتقولي يا عم مستحيل هقولك انت صدقت ولا مصدقتش هتقولي لا مش هصدق بص هوريك حاجة وبعد ما وريك هشرح لك ايه اللي حصل يعني تشوفوا طبعا نرجعنا نكمل كلامك نهاية اللي پتنب الأكتراون العين اشتركوا طبعا نحسند بجه today ممتبار lógع motive افراك على الدكار شكرا لكم سحر اسود في المباريات فطبعا المدرب اتعصب وساب المؤتمر الصحفي وما بيروش حاجة واضح ان هو بيروش حاجة الله اعلم يعني مش حكايتي ومش هفكر فيها بس المدرب اتعصب جدا هاتو تاني يا جماعة لقطة هاتت مدرب اتعصب جدا جدا لما واحد من الصحفين قال له انتوا استخدمتوا سحر اسود عشان تكسبوا الوداد فرقة دي كذبة الوداد على ملعب الوداد بص هو قال له انت بتستخدمه سحر اسود قال له مفيش الكلام ده غلط وبص تنرفس جدا وهب قام هب جاري بص اللقطة بس اب المؤتمر ومشي طيب الصحف المغربية تدولة اللقطة ديت وقالت ان الفريق جونينج جونينج جالاكس البودسواني فاز على الوداد بالسحر الاسود وقال ان احد الصحفيين واجه سؤال للمدرب والراجل انفعل جدا وغادر المؤتمر وقال نصا ان السؤال ده اللي تحترام ليه والفريق طيب بص انا يا رجل ما حبش اصلا نخش في التخاريب دي بصراحة بص الموضوع كله شكله غريب انا هقول لك ايه واحد بيروس شماية ومدرب بيتعصب وفريق بتسواني بيكسب الوداد على ملعب يعني اصلا الوداد صعب انه يتغلب بيتغلب كمان او صعب جدا يتغلب على ملعبه كمان فبيتغلب على ملعبه من فريق بتسواني اصلا الوداد ما راحش بكوره على الجول ما كانش عنده فرص الحاجة ليه بيهد جدا في المباراة دي بيكانش طبيعية بصراحة بأمانة بس احنا هنربط ده بايه بأرقام الوداد سوى في المباراة او في ما صبق عشان بصراح مش هنوصق على فكرة السحر دي عشان الوداد برضو مش في افضل احوال تعالوا نشوف في الاحصائية دي احصائية المباراة الوداد سيطرة 80% فريق جالاكسي 20% جالاكسي سدد مرتين على المرمى والوداد سدد 9 كرات على المرمى بس صناعة فرص للوداد كان صفر واحدة بس الجالاكسي اللي سجل منها الهدف يعني ما كانش فيه فيه تسجداد على المرمى بس ما فيش فرص خطيرة للوداد روكنية واحدة لجالاكسي و12 روكنية للوداد 9 تصديات لحارس جالاكسي وتصدي واحد لحارس الوداد و32 فاقدة لكرة لجالاكسي و54 للوداد دي احصائيات مباراة الوداد وجوان جالاكسي البوتسواني بس اللي بعده دي بقى ارقام الوداد بشكل عام في الدولة المغربية لها بستة مباراة فازف اربعة وتعادل في واحدة وخسر في واحدة ممكن نقول ارقام معمولة بس مش افضل شيء يعني خمس اهداف وصنع ست فرص ده معدله وفقدت الكرة 1200 مرة مش افضل احوال الوداد بس بصراحة في كل الاحوال ما ينفعش يتغلم من الفريق البوتسواني ده يعني عادنا تسرش وعادنا نشوف ويش ظروف اللي حاصلت الوداد مفيش اي حاجة منطقية تخليه يتغلم من الفريق ده واحد الصفر في المغرب غريبة غريبة